أعلنت وزير تربية الوطنية نوريا بن غبريت هذا السبت بالجزائر العاصمة بأن مصابقة توظيف الأساتذة ستكون في أواخر شهر جوان المقبل وأوضحت نوريا بن غبريت على هامش ملتقى دولي حول إعداد الخرائط المدرسية أن مصابقة توظيف الأساتذة ستنظم في أواخر شهر جوان المقبل وستمس كل المواد في الأطوار التعليمية الثلاث وليس أساتذة مادتي الفيزياء والرياضيات كما كان مرتقبا في السابق وأبرزت الوزيرة أن عدد المناصب المفتوحة لهذه المسابقة لم يحدد بعد وأضافت أن قطاعها سيعتمد على نظرة شاملة في تحديد المناصب بحيث سيتم إدراج المناصب الشاغرة بعد استفادة أصحابها من التقاعد في عملية التوظيف